اشتركوا في القناة في العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع برنامج سكستي منيتس الأمريكي الشهير كانت هناك العديد من الوقفات التي تستوجب علينا مناقشة ما ذكره سمو الأمير في تلك المقابلة وإعطاء بعض الومضات على هذه المقابلة وشرحها بمزيد من التوضيح لبعض من ربما فاته هذا اللقاء أو لم تصله الترجمة للغة العربية اللقاء بلا شك كان هو اللقاء لسمو الأمير يعني مع قناة أمريكية خصوصا بعد الأحداث التي واكبت محاولة الإعلام المعادي سواء كان التركي أو القطري أو هلم جرى في استخدام قضية جنائية حصلت في 2018 في أكتوبر 2018 وقضية حقوقية في الواقع استخدموها استخدام بشع واستخدام سياسي بقصد ابتزاز المملكة العربية السعودية وبقصد تشويه صورتها لتقليص حجم طموحات السعودية في المنطقة التي من المهم أو من الواجب ذكرها أن المملكة تريد أن تأخذ مكانها الطبيعي في أن تقود المنطقة نحو الأمن والاستقرار والتنمية والرفاهية وهذا الذي أشار لسمو الأمير في لقاءاته مثلا في نوفمبر 2018 لما استدعى كبار الشركات العالمية وناقشهم في مشاريع المملكة العربية السعودية خصوصا مشروع نيوم رؤية العشرين ثلاثين التطلعات في قادم السنوات المقبلة خصوصا لما تحدث أن الشرق الأوسط سيكون هو أوروبا الجديدة وأن كل بلدان المنطقة اقتصادها قوي واقتصادها يؤهل أن تكون المنطقة تقود المرحلة أو بلا شك إذا قادت منطقة الشرق الأوسط نحن نتحدث عن قيادة المملكة العربية السعودية التي تمتلك مقومات هذه القيادة لكن مع الأسف توالت الفبركات الإعلامية والشحن السياسي إن صح التعبير استخدام لقضية حقوقية ينظر فيها القضاء وينظر فيها القضاء السعودي بكل تجرد واستقلالية والقضاء السعودي بفضل الله جل وعلا شاء من شاء وأبى من أبى قضاء مستقل أدان بعض الأشخاص الذين هم أصلا من الأسرة المالكة في المملكة العربية السعودية والنظام في المملكة العربية السعودية لا يفرق في الواقع ما بين وزير ومواطن أو شخص كبير أو شخص صغير أنت تحت القانون بسقف واحد شاء من شاء في ذلك ودع عنك الفبركات التي تقال هنا وهناك من الإعلام المعادي سواء من إيران سواء من تركيا يعني إذا علمنا مثلا تركيا التي قادت هذه الحملة الشريسة على المملكة العربية السعودية فيها 220 ألف شخص متهم في انقلاب 2015 الفاشل ومعظم هؤلاء هم عبارة عن صحفيين وقضاة ومدرسين وسادثة الجامعة ما لهم علاقة يعني فقط لأن كانوا أصلا موجودين مع جماعة قولين هذا الرجل اللي يوم الأيام هو الذي أوصل الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الحكم وكان تيار ماله في تركيا هو الذي ساهم في بناء حزب التنمية والعدالة هؤلاء مرصودين وقام الرجل وقامت الدولة التركية بزجهم بالسجون بعشرات الآلاف وبعض الأرقام تؤكد بأن الرقم تجاوز 220 ألف لا بل نزيد على ذلك قبل أيام بعض النساء يعني زوجات وأمهات الثكالة الذين يعني لا يعرفون شيء عن أبنائهم تجمهروا وتجمعوا في إسطنبول يريدون أن يعني الإعلام يتناول قضية أبنائهم حتى يعرفوا ماذا حدث ما هي الأحكام وأين يحكمون وأين يمسجونين من أربع سنوات أو من ثلاث سنوات عفوا من 2016 حتى الآن من ثلاث سنوات وهم لا يعلمون شيء عن أبنائهم وقامت السلطة أو قوات التركية أو قوات الشرطة التركية بفضل اجتماعهم بطريقة بشعة وضرب النساء بطريقة فجة هذا الذي يتبجع علينا وانظر إلى إيران التي قبل أربع سنوات مستشارة عند خامنائي تتحدث عن هي مستشارة من النظام تتحدث عن أن هناك قرية في شمال طهران لا يوجد بها رجل واحد قرية متكاملة فيها أشخاص فيها أسر فيها عوائل قامت السلطات الإيرانية بقتل جميع الذكور حتى ليعمارهم يعني كل من زاد عمره أربعة عشر سنة قتلوهم جميعا وصل التعداد خلال سنتين أن قتلوا رقم 761 ذكر كلهم طبعا من مذهب مخالف لمذهب الدولة ومذهب السنة يعني دعنا نتحدث بشفافية هذه حقيقة يعني تلاولها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والقضية نشرتها أو تحدث عنها أو أشارت لها مستشارة عند خمني للنساء حتى قالت من باب أن هؤلاء النساء يحتاجون من يرعاهم لأنه ما عندهم ذكور الآن طبعا هناك طبعا لا شك أن هناك حجة بحجة أن هؤلاء كانوا يعني يروجون المخدرات من أفغانستان أو يبيعون المخدرات أو غير ذلك من قضايا يعني 761 خلال سنتين يعدمون ويفضون قرية كاملة من الذكور لسبب يعني قطعا بأنه ليس منطقي لا يمكن أن يقبل أن يؤتباد قرية كاملة هذه الدولة الإيرانية الثانية ويعني قطر لديها مشاكل معروف المشاكل مثلا على العمال التي يعني يقتلون بسبب الملاعب التي تبنى بقصد يعني استكمال البنية التحدية للمونديال الذي سيطلق في قطر وهناك اتهامات كثيرة على ذلك وأيضا هناك شاعر على سبيل المثال قال قصيدة ألقي بالسجن بطريقة يعني فجة ولا تتناسب مع المنطق قال قصيدة يعني كان ممكن يناقش فيها لكنهم وفي ذلك لم يخرج من السجن إلا بعد أن يعني قضى سنوات وبواسطات وغير ذلك هذه الدول التي مسكت على المملكة العربية السعودية قضية جنائية من خطأ مرتكبيه سينانو عقابهم الذي يفرضه عليه وستفرضه الشريع الإسلامية والقوانين السعودية التي هي حاسمة في الواقع والقضاء السعودي كما ذكرت قضاء عادل ونزيه ومستقل ومجرد ومتجرد من أي تأثر إعلامي أو سياسي أو في أي مساءل أخرى وهذا بفضل الله جل على المملكة العربية السعودية أن يكون بها هذا المستوى من القضاء الأمر الثاني لما أشار الأمير محمد بن سلمان على على الدولة الإيرانية التي لطالما ارتكبت حماقات تلو الحماقات في استهداف الأمن والسلم والإرهاب الدولي في الواقع وبالتالي ما حدث مؤخرا في بقيك هذا جزء من سلسلة لم تكن أول حادثة ولا أعتقد أنها ستكون آخر حادثة في رعاية الدولة الإيرانية لموجات الإرهاب التي تمس الاقتصاد والأمن والسلم العالمي بشكل أو بآخر وبالتالي لما أشار الأمير محمد بن سلمان على حماقة إيران إنما هي أشارة مستحقة في الواقع يعني من كمن ذا الذي يريد أن يؤثر على خمسة ونص بالمئة من الاقتصاد العالمي للطاقة إلا شخص أو دولة تريد أن يعني تدخل منطقة في أتون مشاكل سياسية وتدخل العالم في مساء الأمنية والأمير كان واضح في ذلك أن العالم عليه يعني يبادر هو الدول العالم يعني في مجلس الأمن والأول المتحدة والدول في كل مكان في العالم مرتبطة بحادثة بقيق لأن الاقتصاد مرتبط أيضا في ذلك وبالتالي هناك واجب دولي لهذه الدول للحفاظ على الأمن العالم التي هدده الإرهاب الإيراني في استهدام في دينة بقيق بالمحصلة سنجد بأن المقابلة هذه الإشارة يجب أن أذكرها باختصار شديد أنا كنت في الولايات المتحدة الأمريكية في الصيف الفائد وجلست مع أحد الأشخاص الصحفيين الكبار في الولايات المتحدة الأمريكية وقال لي بأن الإعلام القطري يتجهز لشن حملة في أكتوبر القادم على المملكة العربية السعودية وقاموا بعمل تقارير وذكر بأنه كان أصلا جزء من هذا العمل لكنه اكتشف أن المسألة ليست مهنية إنما بقصد تشويه صورة المملكة في الواقع وقبل الانطلاق هذا الموضوع أتى هذا اللقاء الأمير محمد بن سلمان ويعني كما كما يقول أنهى عليهم كل المسال قطع الطريق على كل هذه الحملات التي صرف عليها مئات الملايين من الريالات التي صرفتها باءا منثورة أتى الأمير محمد بمقابلة وحدة بدقائق معدودة وأنهى هذه الفبركات هم الآن يعيشون في مشكلة يعني هذا الإعلام الموجه المعادي لمملكة العربية السعودية الذي كان ينتظر بداية أكتوبر لانطلاق هذه الحملة يعاني مشكلة كبيرة وعظيمة لأن هذا اللقاء حطم جميع المسائل التي كانوا يريدون شنها على تشويه صورة المملكة العربية السعودية وبالتالي هو كان لقاء موفق وكان لقاء قطع الطريق على كل من يعني يحاول التدليس واستقلال بعض الأحداث هنا وهناك بقصد شوي صورة المملكة وإلى حلقة أخرى من برامجة بعاد مرحبا بكم اشتركوا في القناة